اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعتصام شمل كافة المعلمين والموظفين بالجامعات الليبية يأتي هذا الاضراب بعد عدة مطالبات من قبل اعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية بتوفير حلول لمشاكل صرف المرتبات لكثير من الاساتذة والمعيدين اضافة الى عدم منح الزيادات المقررة لأجورهم كما تضمنت المطالب الجانب الآخر فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل ودعم مراكز البحث العلمي وصرف الحافز المادي للمشاركين في المؤتمرات الخارجية وفي ذات السياق عقدت نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس يوم الخميس الماضي اجتماعا طارئا وبحضور نقباء الكليات شددوا فيه على تحقيق المطالب الاساسية التي تمحورت حول تفعيل القانون رقم اربعة لسنة الفين وعشرين واستحقاقات الموظفين الخاصة بالترقيات والفروقات المالية اضافة الى ضرورة الاسراع فيما يخص ايفاد المحيدين وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية قد اعرب عن تأييده لمطالب اعضاء هيئة التدريس وان الوزارة حذرت الحكومة والبرلمان مرارا وتكرارا من عواقب التأخير في تنفيذ قانون الجامعات الليبية رقم اربعة ووسط هذا الصمت من قبل الحكومة لا يزال فتيل احتجاجات النقابة مشتعلة مظاهرات يومية ومستمرة داخل اروقة الجامعات الامر الذي قد يهدد بتصعيد الموقف من قبل اعضاء النقابة والاتجاه الى الاعلان عن سنة دراسية بيضاء واستئناف الدراسة بالعام القادم وفي ظل هذه الازمة يبقى السؤال الاهم حول اثار هذا الاعتصام على مصير المسيرة التعليمية للطلاب ومدى امكانية الوصول الى نوع اخر من الوسائل للضغط على الجهات المسؤولة دون الحاق الضرر بالفئة الطلابية يحتاج الى اجابات شافية من اعضاء هيئة التدريس مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام ويسعدنا ان نرحب بضيوف تغطيتنا لهذه الليلة معي من سيديهاتنا في طرابلس الدكتور عبد الرؤوف النعاس عضو نقابة كلية الهندسة بجامعة طرابلس وايضا من سيديهاتنا في طرابلس كذلك معي الدكتور محمد الصقر عضو نقابة كلية الصيدلة بجامعة طرابلس ارحب بكم ضيفي الكريمين في هذه التغطية ولو بدأت مع الدكتور عبد الرؤوف النعاس عضو نقابة كلية الهندسة دكتور اخيرا خرج وزير التعليم العالي عمران القيب وتحدث عن الجهود التي تمارسها او تقوم بها هذه الوزارة من اجل الاستجابة لمطالب اعضاء هيئة التدريس ونقابة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية وتحدث عن ما اسمها انجازات وقال بانه قد تم الانتهاء من ملفات سبعة جامعات وحللنا تقريبا سبعين الى ثمانين في المائة من مشاكل الجامعات وتحديدا بالمنطقة الغربية كيف تعلق بداية على ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي وهل تعتقد فعلا انه تم حل اغلب المشاكل بسم الله الرحمن الرحيم في البداية اشكرك واشكرك قناة بالتناصح على هذه الفرصة نتمنى ما قاله الوزير ان شاء الله يكون حاضر معنا في البداية اود ان نوضح شيء معين انه لا شك ان التعليم هو ركيزا من ركائز الدول والشعوب وهو الذي يعبر عليه مدى حضارتها ومدى تقافتها عملية تعليمية عملية متكونة من مجموعة من المكونات الاساسية من بينها واساسها لو نتكلم عن التعليم العالي اللي هو عضو هيئة التدريس عضو هيئة تدريس ركيزة مهمة في عملية تعليمية وبالتالي توفير البيئة المناسبة لعضو هيئة تدريس يجعله يصطيع ان يقدم كل ما يمكن من ابداع في تخريج الطلاب بمستوى يليق بالجامعات الليبية نرجع لسؤالك اللي هو ما جرى اليوم في مداخذ معالي وزير التعليم العالي نحن الآن الخبر جاب متأخر جوية وبالتالي المعلومات عندنا ما هيش دقيقة ولكن نتمنى أن معالجات كلها تمت خلال هذا اللقاء لذكر السيد معالي الوزير نوضح شيء مهم جدا في الموضوع نحن عضو هيئة تدريس في الجامعات الليبية لم نطالب بزيادات في مرتباتنا ولكن كل مطالبنا كانت هو استحقاقاتنا التي أخذت مننا خلال السنوات السابقة بالإضافة إلى أهم شيء هو فصلنا عن العالم من خلال التواصل العلمي وهذا مهم جدا الآن الجانب المالي ممكن حل لكن ماذا عن الجانب الآخر جانب المشاركة في المؤتمرات الإجازات التفرغ العلمي نقول صفحة إذا كان كلام الوزير تمام فنحن نقول ماذا بعد لأن نطمح أن يكون التعليم في مستوى أفضل من المستوى اللي كنا فيه من فترة الماضية نفس الوزير قال أني لما استلمت الوزارة لقيت إرت كبير من مشاكل تتعلق بالتعليم العالم الآن هو حل الجزء أول هو التعلق بالجزء المالي الآن ننتظر في التطوير آخر إن شاء الله نتمنى أن المشاكل يحلت لسبع جامعات نتمنى أن هذه تسمل كل جامعات ليبيا لأننا أعضاه يتزيج في كل جامعات ليبيا نمعاني نفس المعاناة لو ما نشعاف إذا كانت ترى نينين وضح لك بعض المشاكل إن عام منها طيب سأعود إليك لتوضيح نعم دكتور عبد الرؤوس سأعود إليك من أجل توضيح هذه المشاكل لكن فقط دعني أستمع إلى وجهة نظر أو رؤية الدكتور محمد صغر حول ما تفضل به أو ما أوضحه اليوم وزير التعليم العالي في مؤتمره الصحفي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نشكر لكم الاستضافة عبر قناتكم المؤقرة فيما يخص تصريح سيد وزير التعليم للأسف إحنا لم نتابع التصريح ولكن أتمنى أن يكون فيها نقاط إيجابية ولكن نحن الآن اشتزنا مرحلة كبيرة ونحب أن نوضح شيئا مهمة عضاهي تدريس سائمه لسنوات من الوعود واليوم نحن نحتاج إلى تطبيقات فعلية وبالتالي من الصعب جدا اليوم أن نتكلم لأعضاهي التدريس بأن هناك شيء إلا ما يكون هذا الأمر على أرض الواقع وتتحقق مطالب أعضاهي التدريس ولكن ما نود أن نوضحه وخاصة للسادة المستمعين هو أن الاعتصام لم يكن وليدة اللحظة ولكن كان منذ فترة طويلة وحاولنا أن نضع المؤسسات الدولة ذات العلاقة وصناع القرار أمام ما يعانيها عضاهي تدريس من ظلم واقع على هذه الشريحة ولكن للأسف في كل مرة لم نجد أي استجابة ولكن في كثير من الحيان رفض لمطالب شرعية لأعضاهي التدريس وبالتالي تقعص مؤسسات الدولة والحكومات المتعاقبة على الاستجابة والجلوس ومناقشة أعضاهي التدريس والوصول إلى حلول أدى إلى الوصول إلى هذه المرحلة وبالتالي كان لابد لهذه الشريحة تحت غطاء النقابة العامة لأعضاهي التدريس بالتعليم الجامعي على مستوى الدولة الليبية من اتخاذ قرار حاسم وصعب ألا وهو الدخول في اعتصام شامل ومفتوح لمختلف كليات والمعاهد العليا وكذلك كليات والمعاهد العليا بالتعليم التقني اليوم من الصعب جدا أن نستكين للوعود وبالتالي لابد من أشياء على أرض الواقع تقنع أعضاهي التدريس وبالتالي الآن أعضاهي التدريس مقبلين على اعتصام كامل وشامل لكافة الجامعات الليبية يوم الغد إن شاء الله وبالتالي حيكون التعامل مع مؤسسة الدولة من هذا الاعتصام وبالتالي نحن نأمل أن السيد وزير التعليم أن يجلس مع أعضاهي التدريس ويكون هناك حوار ونقاش بحيث أن يكون الأمر فعلي ليس مجرد وعود نعم دكتور عبد الرؤوف النعاس يعني لو عدنا إلى الحديث حول المشاكل التي يشتكي منها أعضاء هيئة التدريس والتي يعني دفعتهم للجوء لهذا الخيار الصعب كما وصفه الدكتور محمد الصقر وهو الدخول في إضراب عام مشامل ومفتوح ما هي هذه الأبرز هذه المشاكل التي تشتكون منها في البداية نوضح أن بكرة في وقفة احتجازية في الجامعات الليبية كلها اللي هو للتوضيح المشاكل يعني منها عضوها هيئة التدريس الآن سأسرد لك بعض المشكاليات ونبدأها بالمشكلة الأساسية واللي لها تأثير سربي عليه العملية التعليفية اللي هو أعضاء هيئة تدريسة اللي يرجعوا من دراسة الدكتوراه والماجستير هما عندهم معاناة غير عادية في إثمان إجراءاتهم للوصول للمرتبات المتحم في بعض مجموعة منهم وصل تقريبا لو ناخدك عسابين مثل جامعة الطرابرس جامعة الطرابرس عدد أعضاء هيئة تدريسة الذين لم يتقادوا مرتباتهم منذ رجوعهم من الدراسات العليا بالخارج يتجاوز المية عضوها هيئة تدريسة والآن يدرسوا في منهم من وصل لخمس سنوات وفي منهم من وصل لفترة طويلة لم يتقادوا درهما واحد وهو يدرس في الفترة الماضية كلها هذا بداية المشكلة عندنا مجموعة أخرى بالنسبة لأعضاء هيئة تدريسة الإجمالية هو لو نعطيك الإجمالية على مستوى الجامعة بين الموظفين وعضاء يدرس 242 الرقم اللي عندي يعني هذا الإحصائية اللي عندي لكن أعضاء هيئة تدريسة يتجاوز بجامعات الليبية ككل بجامعات الليبية ما نعطيك إحصائية لك هذه ما نعرف اللي باعتبارين عضو الإدريس بجامعة طرابس وعضو النقابة بكلية الهندسة فهذه المعلومات المتوفرة عندي النقطة الثانية عندنا جزء كبير حتى هو من عضاء يدريس الراجعين من الإفاد يتقادى ربع المرتب من فترة طويلة اللي هو ربع المرتب اللي هو 250 دينار ويدرس زي أسوة بأعضاء هيئة تدريسة الآخرين هذا ما عنده معاناة غير عادية رأى وصلت في بعض عضاء هيئة تدريسة أنه هو اشتغل أعمال أخرى لا تليق لكن احترابي للأعمال الأخرى طبعا لا تليق بعضو هذه التدريس قضي كنخبة من نخبة المجتمع هذا لشنا نتكلم عن الموضوع هذا والناس دماء نحن بالنسبة لي نحن مثلوا أولوية في حل مشاكلهم نحن ممكن مدامنا نتقاض في المرتب الأساسي نمشوا في أمورنا لكن المجموعة هذه لهم الله الفترة الماضية كلها ونتمنى أن الدولة تعالج مشاكلهم هم الأولين المشكلة أو النقطة الثانية والتي نعانوا منها عضاء هذه التدريس أن نحن فصلنا عن العالم تقريبا ما يعادل من خمسة إلى ست سنوات اللي هو تم إيقاف اللي هو المشاركة في المؤتمرات العلمية تم وقف إجازة التفرغ العلمي وهذا سبر اللي هو فجوة علمية بيننا وبين العام نعمل نعمل أن نحن المعالجة مثلا لدارها الوزير اليوم وقال نحن نحلينا مشكلة سبعة جامعات في الجانب المالي يجب أو نتمنى أن يكون الحلول كلها تكون متتالية تحل مشكلة اللي هو الدراسة اللي هو التكلم عن المشكلة الإجازة التفرغ العلمي تحل مشكلة المشاركة في المؤتمرات وهذا راو حق مكفوء يكلم القانون من خلال اللائحة اللي هو لا يحد الجامعات سواء كان خمسمية واحد أو تعديلاتها نجي للمقطة تانية اللي هي مهمة من ضمن المشاكل اللي موجودها في الجامعة اللي هي البيعة بيعة الجامعة البيعة الآن لما نبيعة طاردة نعاني من مشاكل كثيرة جدا لو نسر دولك أو لو القناة نفسها تجيب فريق ويزور الجامعة يشوف المشاكل لدينا عندنا مشكلة في انقطاع المياه مشكلة في انقطاع الكهرباء مشكلة في دورات المياه معناها نبيعة طاردة بمعنى كلمة عدم توفير المستلزمات التشغيل للمعامل عندنا من فترة طويلة هذا كله أثر سلبا على العملية التعليمية ما زال هنا في بعض المشاكل أخرى ممكن نطلق لها حتى بعد شوية لكن هذه أهم النقاط بالإضافة أن نبن نوه على موضوع مهم جدا أعضاء هي تدريس في كل الجامعات الليبية لم يبحثوا نهائيا على زيادة مراتباتهم وإنما يبحثون عن استحقاقاتهم أي مبالغ مالية سحبت منهم والآن يطالبوا باسترجاح وبالتالي الناس العامة يتوقعون أن أعضاء هي تدريس أسوة ببعض قطاعات أخرى يطالبوا بزيادة مرتبات وهذا غير صحيح نامل من كل الناس يفهموا أن عضو هي تدريس خلال الفترة من 2014 لعند اليوم كان يعاني من استقطاعات في مرتبة وهذا أتى سلب على الحياة الخاصة نود الإشارة أخرى أن عضو هي تدريس إذا لم تكن له بيئة مناسبة للعمل فهذا يأتى تأتي سلب على الأدعمة طيب دكتور عبد الروف يعني ما التي تقصده بيطالبون بمستحقاتهم التي سحبت منهم يعني ما المقصود بسحبت منهم احنا في 2020 شهر 4 2020 نبين وضح نقطة مهمة فيها البلاد سبعين دور شهر 4 2020 كانت في هذه الفترة بالذات في شهر 4 وشهر أبريل 2020 كانت الموجة التانية متاع كورونا وزارة التعليم تعطي لأعضاها هي تدريس إجازة إجبارية احنا في كورونا وممنوع الخروج من المنزل واندزل بيتك وكذا احنا فرضت علينا إجازة بالبيت وحنا كنا رأوا خلال فترة كورونا ما توقفناش رأوا مع أن الإجازة هي كان من المفتد أنها لا تعطي في فترة الكورونا خلال من شهر 4 أبريل 2020 استقطع من المرتب اللي هو الحمل الدراسي إلى عند شهر 6 2021 ما نعرفوش الأسباب في بعض الأسباب القطع في اللوي كنا توقعوها الإجازة لكن باحتالي استبرارها خلالنا مع أن لن نتوقف عن التدريس وستمرنا في التدريس لكن هذه القيمة استقطعت منها وهذه احدة من الأشياء اللي هي المستحقات إحنا نقوله استقطعت منها ولأسف أن بعض المعلومات تقول أن الميزانية رصدت وفيها القيمة هذه ولكن لم تبصى في العضاها هذه التدريس وهذا المعلومات مش نتكد منSer لكن هذه المعلومات يقولوا أن الميزانيات كلها فيها القيمة هذه ولكن ننتصله الحالة الثانية اللي هو عملية استقطاعات أخرى اللي هو نبدأ نقطة بوهمة جدا عضاء هيئة التدريس اللي هو استقطاع منه اللي هو الترقيات التحهم والعلوات السنوية عضو هيئة التدريس لما يترقى ما يترقاش زي أي وظيفة أخرى بالمدة نحن نترقه بفق آلية وفق قانون اللي هو قانون الجامعات وهو أن عضو التدريس لما يترقى ضروري ما ينجز عمل علمي أو أبحاث علمية معينة في فترة زمنية معينة لترقى لدرجة علمية لبعضه وبالتالي الترقيات هي معناها ما تمتش وفق مدة لا تمت وفق جهد بدل خلال فترة معينة وبالتالي يهضم حقا أنه هو توقف الترقيات أسوة بالقطاعات الأخرى دون علم المسؤول بأن هذه الترقيات مستحقة لعضو هيئة تدريس وبالتالي في عندنا عضاء هيئة تدريس الآن بدرجة أستاذ ولازال يعامل معاملة مالية بدرجة محاضر هنا في فجوة كبيرة لو لم نتكلم بين أستاذ ودرجة محاضرة تتكلم على فترة زمنية تتجاوز 12 سنة من الأبحاث ومن الشغل هذا اللي بنوضح أن الاستقطاعات هي تمت ولازم نعاني منها طيب دكتور محمد الصقر سأعود إليك أستاذ عبد الروف النعاس إذا كان لديك ما تضيفه سأعود إليك لكن تحول إلى دكتور محمد الصقر دكتور محمد هل هذه هي أبرز المشاكل التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس وما حجم تأثيرها على أعضاء هيئة التدريس حتى يعني كما قلت تجبرهم على خوض الخيار الصعب وهو خيار الإيقاف الدراسة والإضراب الشامل والمفتوح عن العمل نعم أود أن نوضح شيء آخر مهم هو أن شريحة أعضاء هيئة التدريس لها خصوصية بشأن لائحة اللوايح والقوانين لتنظم عمل أعضاء هيئة تدريس بالجامعات ويختلف تماما على قوانين العالم في العمل في باقي مؤسسات الدولة وزي ما وضح الدكتور عبد الرؤوف الأستاذ الجامعي تقع عليه مسؤولية كبيرة جدا ألا وهي متابعة التطور العلمي اللي موجود في العالم نتيجة تقاعس الدولة في تسديد حقوق أعضاء هيئة تدريس وعدم تطبيق المواد اللي منصوص عليها في اللائحة 501 اللي صادرة في 2020 واللي هي تضمن حقوق أعضاء هيئة تدريس هذا الأمر أدى إلى تغيب أعضاء هيئة تدريس في الجامعات الليبية عن المؤتمرات العلمية على نشر الأوراق البحثية وبالتالي هذا أدى إلى انحدار مستوى التعليم للأسف في الجامعات الليبية مع أن كل ما موجود ومطالبات أعضاء هيئة تدريس هي حقوق مشروعة في اللائحة لو تم تسويتها ولا تم النظر فيها وتطبيقها لكانت الأمور تسير في اتجاه الناحية التعليمية خدمة للجامعة وخدمة للطالب اللي هو يعتبر رقم مهم في التعليم لكن للأسف استمرار مؤسسات الدولة في عدم النظر للمتطلبات عضي هذا التدريس أدى إلى أن انحدار مستوى التعليم ابتعاد عضو هاي التدريس عن المواكب الطوى العلمي هذا حينعكس سلبا على عطاء عضو هاي التدريس في المحاضرات النظرية في المعامل الدراسية ولا ننسى أن العبء الكبير الملقى على أعضاه التدريس في تدريس الدراسات العليا وطبعا لما نتكلم عن الدراسات العليا نعني أن ارتباطها بالتطور العلمي بتوفر الإمكانيات المعملية بتوفر النت لأن الآن كل المعلومات هي من خلال التواصل مع الجامعات ومن خلال استخدام التواصل الاجتماعي من خلال النت اللي هو غير متوفر لأعضاء هيئة التدريس وبالتالي هناك أمور سلبية كثيرة جدا على المستوى التعليمي في التعليم العالي وبالتالي هذا أدى إلى أن الجامعات الليبية الآن نجدها في أسفل القائمة مش مع الدول الأوروبية فقط حتى مع الدول العربية للأسف مع أن كل الحقوق موجودة ومكفولة في اللائحة اللي الآن عضاهي التدريس يطالبون رئاسة الدولة ووزارة التعليم العالي بأن يتم الالتفات وتطبيق كافة الحقوق اللي تضمنها اللائحة وهذا ليس استجداء ولا مننا من أحد هذه حقوق لا بد أن تنتزع لأن التواصل والمحاورات كانت لي سنوات للأسف لم تؤدي إلى أي نتيجة طيب لكن هل هذه الأمور المشاكل وزي ما قلت أنه قرار صعب دكتور محمد هل هذه المشاكل التي تتحدث عنها حتى يستجيب عضاه الدولة نعم دكتور محمد هل هذه المشاكل التي تحدثت عنها تستدعي إيقاف الدراسة يعني الأمر الذي اشتكى منه وانتقده العديد من خاصة الطلبة وذويهم بسبب تضييع السنوات عليهم وهم أصلا متضررين من أزمات سابقة من حروب أوقف دراستهم من أزمة كورونا التي أوقفت لدراسة أكثر من مرة اليوم يأتي أيضا أعطاء هيئة الددريس ليوقفوا الدراسة مجددا ويطالبوا بإصلاحات ربما الظروف غير مواتية بحسب يعني منتقدين من أجل القيام بها أخي العزيز لو ننظروا إلى السنوات السابقة عضاهي تديس ملتزمين في جامعاتهم وأدوا وجبهم على أكمل وجه في أحلك الظروف عندما كانت الحرب عندما كانت انقطاع الكهرباء في جائحة كورونا ويعلم الله الجميع التزموا والحضور وكذلك المساهمة الفعالة في أعطاء الدروس عن طريق المحاضرات عن بعد لم يكن يوماً عضاهي التدريس خارج نطاق الحرم الجامعي وأدوا أعمالهم ولكن لما تشوف عضو هاي تدريس من سنة 2015 لم يتقاضى حقوقه وأصبح الآن في عوز ونعني بكلمة العوز الآن اللي كثير من عضاهي التدريس زملاء لنا يمتهن مهن أخرى هذا وسمة عار على الدولة الليبية وبالتالي لم يكن هناك حوار هادف لم تكن هناك خطوط عريضة لم يكن هناك خطط من الحكومات المتعاقبة أو من وزارة التعليم لم يتم الاجتماع بعضاهي التدريس هناك مطالب بسيطة لو تم توفيرها لعضاهي التدريس وهي حقوق اليوم إحنا زي ما قلت هو قرار صعب الطلاب لهم حق فعلا في التدريس وعضو هاي التدريس لا يستطيع أن يدخل المدرج أو المعمل وهو منهك بأمور حياتية يومية نحن لدينا أبناء وبنات في الجامعات وكلنا أبا ونعرف هذا الأمر ولكن وصلنا إلى الطريق الذي لا يمكن الاستجابة فيه مع الدولة في أن يتم تضمينه الحقوق طيب واضح ولهذا النقابة العامة أعطت الفرصة وتحاورت ولكن في كل مرة كانت وعود نعم الآن لابد من أن عضو هاي تدريس يرى هذه الحقوق مستجابة ويرى أن يكون هناك تطبيق للوايح والقوانين التي تكفلها اللايحة ونحن مستعدين يعني في أي وقت أن يتم التعامل مع هذا الأمر وتدريس الطلاب ووضع الحلول ولكن للأسف لم تكن هناك استجابة دكتور عبدالروف النعاس يعني عدم الاستجابة هذه ما هو سببها هذه الظروف والمشاكل التي تفضلتم بالحديث عنها وتوضيحها وتبيانها عندما تتحدثون إلى المسؤولين في الحكومة وإلى الوزارة يعني هل تواجهون بإنكار لهذه المشاكل عدم قبول بهذه المطالبات أم أن هناك قبول وهناك موافقة بأن فعلا هذه مشاكل ولكن لا تجدون التزاما بحل هذه الإشكالات ما هو يعني أين الخلل تحديدا الذي تلمسونه أوكي أوكي لا أخفيك سرا بالنسبة للعضاء التدريس ليسوا ساعدين بإيقافة عملية تعليمية غير ساعدين نهائيا نحن هذه رقم واحد ونبقى نقول لأبنائنا الطلاب نتألم زي ما أنتم تتألموا نحن عندنا المشاكل الاجتماعية التي تتأثر علينا وعلى أداءنا وبالتالي نحن ليسوا ساعدين بإيقاف التعليم نحن نسمناه حتى في البداية الحديثة نتاعنا قلنا هذا قرار صعب وليس قرار سهل نرجع لسؤالك اللي هو الاستجابة نحن في فترة حكومة الوفاق رأوا العملية أو المشكلة هذه ما هيش وليدة السنة 2021 هذه مشكلة بادية من 2015 وكانت فيه اجتماعات دورية ومناقشات للموضوع هذا وكل سنة رحلوا في المشكلة على أساس أن نحن أبنائنا الطلاب وما يجيش ومفروض العملية التعليمية ما توقفش وكذا ولكن لاحظنا أن الحكومات المتعاقبة لا تلي التعليم العالي أهمية بدرجة كبيرة أخيراً لا يريق بهم أن هما يتصرفوا من أول مشكلة بسيطة أن هما يعنوا اعتصام أو يعنوا وقفة أو كذا حتى مجرد تكليف الحكومة الحكومة الوطنية مباشرة تم فك الاعتصام وإعطاء فرصة للحكومة هذه لعلها تحلل المشكلة آهوا الآن احنا الاجتماع كان يوم 28 فبراير في سنة 2021 اجتمعت الناقبات في مصراتها وقررت تعليق كان في اعتصام قررت تعليق الاعتصام ومنح الحكومة هذه فرصة عندما سألتني قلت لي ما هو رد الحكومات السابقة أنا أقول الحكومات السابقة واحدة من الردود الغريبة والعجيبة لما مشارعها لوزير التعليم السابق في حكومة الوفاق واحد المشاكل قال بره لمدير مصر في ليبيا مركز يحل لكم المشكلة نحن عضاء الدريس لم نعمل لنا علاقة بحل المشاكل السياسية والمشاكل بين الدولة لكننا استمرنا في العملية التعليمية نوضح شيئا تانية ممكن الناس لا يتركز عليها بالنسبة للعضاء الدريس نحن عندنا تقريبا على مستوى جامعة طرابس أربعة واربعين عضو هذه الدريس وفاهم الله بسبب جائحة كورونا وهذه المياه لم يقدوا حقم حتى في التأبين من الدولة او راعتهم الدولة راحنا لما نقرر طلبة راحنا معرضين مباشرة للوباء هدايا مهما نحاولوا نديروا احتياطاتنا لكن لاسف أنا ممكن نتعرض في اي لحظة للإصابة بالمرض هذا وعندنا مشبوعة كبيرة اصيبت الحمد لله ربي عفاها كلية الهنسة فقط نقولك اربع عضايا دريس رحمه الله نتمنى ان شاء الله من سكان جنة النعيم توفوا بسبب جائحة كورونا من الاسباب من عرفها اللي ممكن تكون خلال جامعة او خارجها لكن المهمة نحن بتوقفناش على العملية التعليمية انا بس نقول لك السلام عبد الرحمن نحن نطلق لبشكلة اخرى وهذه لها تأثير مستقبلي وهي وقف الافادة لفترة طويلة وقف الافادة لفترة طويلة هذا ادى الى نوع من الفراغ داخل الجامعة لان احنا عدنا مجموعة كبيرة من اعضاهي تدريس في السنة التقاعد خلال سنتين او ثلاثة حيبدأ الجامعة مفردة تقريبا بالنسبة قريب 30% من اعضاهي تدريس للموجودين حاليا كيف نقدر نغطي العاجز هدايا لفترة وقف او تصدر قرارات ولكن لا تنفذ قرارات بالجملة نقول لك صدرت ولكن ما تمش تنفيذها سبب هذا سيسبب بشكلة في المستقبل بالاضافة الى نقطة اخرى لما تكلم عن المشاكل المستحقات عندنا احنا متعاونين اشتغلوا مع الكليات كلها في جامعة طرابس ونحن نسعينا بالمتعاونين لما يكون الحاجة لهم ضرورية وفي مجموعة استجابوا اعضاهي تدريس من جامعات اخرى او من مراكز بحثية استجابوا للجامعة وجوه ساعدونا في اتمام العملية التعليمية خاصة في المراحل الاولى اللي يكون فيها اعداد كبيرة من طلبة ودارونا حلول ولكن للأسف لم يتقاضم مرتباتهم من اربع سنوات ونفس لو حوالي تسعة فصول دراسية مثلا لو نتكلم عن كلية الهندسة الان المعالجات اهيانا نتمنى ان حتى الوزير لما عالج مشكلة عالج مشكلة حتى المتعاونين احنا لنقلت لك محضرناش المؤتمر الصحفي فمعناش التفاصيل اللي صارت فيه في المؤتمر الصحفي اسمح لي في المؤتمر الصحفي حتى اوضح لك ربما لم تتابعه لكن الوزير في الحقيقة اعرب عن تضامنه مع اعضاء هيئة التدريس وقال بان فعلا الاستاذ الجامعي يعني من المؤسف ان يكون بدون مرتبات او يتقاضى ربع المرتب ويعني لا تصرف له العلاوات وقال ان فعلا الاستاذ الجامعي يعاني ولكن هذه قال بانها تراكمات صعبة من حكومات سابقة ولسنوات عديدة يصعب حلها بشكل سريع وقال نتمنى من اعضاء التدريس ان يصبروا قليلا يعني الشاهد في هذا الكلام ان هناك اقرار بهذه الحقوق والمشاكل التي تحدثتم عنها لسيما من من حكومة الوحدة الوطنية او وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية ولكن هو ايضا يتحدث عن صعوبة في حل هذه الاشكالات كيف يعني تجدون هذا التبرير او التعليق والله والله احنا هذا سيد وزير التعليم هو صاحب القرار احنا طبعا اذا كان هو صاحب القرار يقول ان احنا نحتاج الى وقت الوقت المدة الماضية كلها حوالي ستة سنوات او سبع سنوات واحنا صابرين الصبر ما هوش وليد اللحظة نتمنى من الحكومة انها تتعاول لحل المشكلة المشكلة راي ما هياش معضلة كبيرة الان نشوف الحكومة تصر في مبالغ في بنوت اخرى احنا القيمة التي نتوقعها لحل مشاكل اعضائي تدريس على مستوى ليبيا لا تتجاوز نصف مليارة وتنحل المشكلة وترجع الدراسات وترجع الناس تشتغل والامور تمام معناها نشوف ان نزيد ونصبر ان نشوف انها فيها نوع من المبارغة اذا كان احنا من 2015 صابرين الوزير يطلب مننا نصبر لأمتى لل 2025 فهذا يريد هو ما دائما مقتنع بمشكلتنا ان هو اجد الحلول الجدرية لها نتمنى ان الحلول لا تنتهيش بدفع المستحقات بل يحل مشاكل اخرى مشاكل البحث العلمي المشاركة في المؤتمرات هذه لازم تحل مشكلتها لانا رأوا احنا عزلنا عن العالم لازم يعرف الناس لانا فترة لا نحضر لتابرات ولا في مشاكل نعاود النقطة التانية دكتور رأوا فيه هجرة للعقول الآن حاليا بعد ما شافوا مأساة عضاهي تدريس في الجامعات الليبية في عدد كبير من الطالب اللي درسوا بلا رأوا معاشي فكروا يرجعوا للبلاد وهذه رأي خلل كبير المستقبل نعم مشكلة كبيرة ايضا هجرة العقول دكتور محمد نعم واضح دكتور محمد الصقر ايضا في هذه الازمة يتم الحديث كثيرا حول تنفيذ القرار 126 الصادر عن حكومة الوفاق الوطني وايضا القانون رقم اربعة لسنة 2020 يعني لو توضح لنا ما هو هذا القانون وما هو هذا القرار المستمم 126 هذا سؤال وجه جدا وصير فيه غلط واني حنحب نوضحه بشكل واضح جدا هذه وحدة من الوعود انت تحكي على الوعود ان الان سيد وزير التعليم يطلب من اعضاه تدريس الصبر وحدة من المعالجات وعندما رأت حكومة الوفاق ان فيه ظلم وقع على اعضاهي التدريس من خلال مراسلة خاطئة من سيد وزير التعليم في حكومة الوفاق الى المالية اللي ترتب عليها ان ايقاف العبء الدراسي لعضاهي التدريس لمدة 13 شهرا وبالتالي عندما رأوا ان هذا الامر مجحف فتم معالجة الامر بوعد ان يتم تنفيذ القرار 126 الصادر عن حكومة الوفاق القرار هذا هو تعديل لفقرة او المادة 199 في لائحة التعليم اللي هي 501 الصادر في 2020 هذه تنص على علاوة التدريس اللي هي حق لأعضاه هاي التدريس لم تضمن في مرتبات عضاهي التدريس من سنة 2010 وهي 70% من المرتب لا تعتبر زيادة على الاطلاق ولكن تعديل في المادة 199 من اللائحة و أصدر القرار وكان من أول العلاجات اللي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية والوعود التي تمت من خلال السيد وزير التعليم كان الأجدى أن يتم تطبيق قرار 126 لأن ما فيش أي إضافة للأموال في الميزانية لأن الأموال للأشهر التي تم استقطاحها أو العبء الدراسي موجودة في مصرف ليبيا المركزي والسيد الصديق الكبير أقر بوجود هذه الأموال التي تم استقطاحها برسالة خاطئة التي هي بناء على أن لا يتم التدريس في جائحة كورونا وهذا طبعا أمر خاطئ جدا إلى اليوم لم يتم تسديد هذه المبالغ لحسابات عضاها هاي التدريس هل يصبر عضاها هاي التدريس وكل واحد يعرف أن الأموال موجودة في مصر في ليبيا المركزي واليوم نجد أن المليارات من الأموال تبدد في أماكن أخرى كيف نطلب من عضو هاي التدريس أن يصبر اليوم عضو هاي التدريس عاجز عن أن يصلح سيارتا أو يكون فيها وقود بيش يذهب للجامعة فأمر مؤسف جدا هذا من ناحية يا دكتور اليوم وزير وزير التعليم العالي اليوم في مؤتمره الصحفي يا دكتور محمد يعني قال بأنه لا يمكن تطبيق القرار 126 هكذا قال يعني بالنص لا يمكن مش ممكن تطبيق قرار 126 وأنا لا أعرف مرتب الأستاذ وهل يعني إذا كان مرتبه غير صحيح يعني يتقاض مرتبا ليس هو المرتب الصحيح له ما الذي يعني بهذا الكلام هذا يعني أستغرب هذا السؤال عضاها هاي تدريس يتقودون في مرتبات وفق للترقيات إن كان محاضر أو محاضر مساعد أو استاذ وبالتالي معروفة وواضحة في كافة الدولة الليبية وفق اللائحة 501 لسنة 2020 وبالتالي الاستقطاعات التي تمت هي برسالة خاطئة والأموال موجودة في مصرف ليبيا المركزي ليس فيه هناك أي إشكالية في استرجاع حقوق عضاها التدريس إذن حكومة الوفاق لما دارت القرار بناء على خلفيات وبناء على اقتناع أن هذا من حق عضاها التدريس وهذا شيء بسيط جدا أن يطبق ما يحتاجش إلى قوانين ولوائح أو اعتماد من مجلس النواب وهذا نحن نستغرب جدا جدا ليش هذه المعالجة ما تمتش في البداية حتى تم عضاها التدريس يتقون في الوزارة وبالتالي أنا استغرب من سيد وزير التعليم أن يقول أني ما نعرفش كم عضو هذه التدريس يتقاضى هذا موجود في اللائحة ومضمون وموجود في الإدارات المالية في كل الجامعة طيب نأتي إلى القانون أربعة طبعا نعم باختصار رجاء الدكتور محمد لأنه لم يتبقى لدينا كثير من الوقت بالنسبة لقانون أربعة تم مناقشته من كافة عضاها هي التدريس بالجماعات الليبية في سنتين 2013 و2014 وتم وضع كل التعديلات وتم يعني مناقشته من كافة عضاها هي التدريس وتم اعتماد من مجلس النواب في 2018 وهذا فيه كل الحلول لأعضاها هي التدريس للعملية التعليمية بالكامل وليس مجرد الناحية المادية ونحن نتمنى أن يطبق هذا القانون ولكن هذا القانون الآن يقولون أنه من الصعوبة الميزانية والدولة ولكن هذا قد يكون في وقت لاحق بعد استرجاع الحقوق سيد عبدالي نوضح شيء مهم الآن وزير التعليم الآن لما يقول أني مستعد والآن الأمور أوكي غدا هناك وقفة احتجاجية ومعلن عنها من مدة من قبل النقابة العامة لأعضاء هاي التدريس نفاجئ الآن بأن وزير التعليم هيجتمع بالطلاب ورئيس الجامعة وبعض العمداء غدا الساعة التاسعة في جامعة طرابلس ووجود الوقفة الاحتياجية من أعضاه التدريس في الجامعة وهذا التزامن أنا بنسئل السيد وزير التعليم ما الجواب على هذا الأمر اللي فجأة يكون فيه اجتماع بالطلاب ويستثنى أعضاه التدريس يعني هذا الأمر غريب جدا نسمع كلام أن الحقوق هيتم استرجاحها وهو مع الاعتصام مع عضايا التدريس ونحن أساتذة في الجامعة ونفاجئ باجتماع مع الطلاب بدون وجود عضاها هي التدريس في نفس الوقت مع وجود الوقفة الاحتجاجية نحتاج إلى رد من السيد الوزير هذا حيخلي موقف عضاها التدريس أكثر إصرارا على المضيف الاعتزام والمطالبة بالحقوق نعم واضح دكتور محمد دكتور عبد رؤوف دكتور عبد رؤوف يعني في نهاية هذه الساعة من التغطية يعني أريد أن أسألكم بعد كل طرح كل هذه المشاكل المزمنة ربما والكبيرة يعني ما هو المطلوب الآن من أجل فك هذا الإضراب والعودة إلى يعني الجامعة إلى قاعات التدريس وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة ما هو المطلوب هل مطلوب هل كل هذه المشاكل التي تفضلتم بها أم هناك حد أدنى أو يعني مطلب معين هو الذي مطلوب الآن أني أريد أن نضيف حاجة تانية من كبوشكلة تانية ما تكلمناش علىها وهي أساسية وهو التامين الصحي رأوا عضو هاي تدريس يفنى عمره 40 و 45 سنة في الجامعة ولما تنتهي اللي هو نقوحنا تنتهي به اللي هو الحياة في الجامعة يمشي اللي هو درجة التقاعد يجد نفسه في مشكلة كبيرة ليس لديه طبعا نحن نعرف أن العمر 75 أو 70 سنة يكون عندها مراض مزمن وكذا يجد عندها إشكالية في اللي هو فتت ما بعد اللي هو التقاعد وهنا نتمنى أن الوزير يضيف للتحسينات أو الكلاب اللي قاله يضيف أو يعالج مشكلة التأمين الصحي لأعضاهي دريس نرجع لي سؤالك اللي هو احنا عادة المدة الماضية كلها أو السنوات الماضية كلها شبعنا وعود الآن نبقى نشوفه حاجة حقيقية الآن الوزير بينه وبينه المصارف وحساباته في المصارف إذا كان وصلت أشياء للمصارف تحقق رغم تحقق لهو متطالبات أعضاهي دريس كمرحلة أولى التعليمية اللي هو التواصل مع العالم الخارجي من خلال المؤتمرات والإجازات التبرق العلمية هذا لا يمكن تخلى عنه استحققات هدية احنا قلنا الكلام هدايا قبل سنوات خديناها نفس الشي القرارات كل شي وصلتنا لكن لازم باش نرفع طب احنا باش نرفع الاعتصام هذا دوريا من نرجع للقاعدة متاعنا اللي هو عضائي التدريس في الجامعات نجتمع بهم إذا كان يرى أن نسبة تحقيق المطالب تكفي للرجوع بإذن الله سيكون رجوع ورجوع بإذن الله سيكون رجوع بقوة إذا كان هذه الاستحقات مجرد معالجة وقتية وترجع المشاكل كما في السابق فما نشعر فنرى أن الموضوع ما حلش بشكل نهاية إذا كان مجرد معالجة وقتية لكن بإذن الله إذا حلت المشاكل عضائي التدريس عضائي التدريس كلهم بحماس ويرجعون للكلياتهم وترجع للحياة للجامعات بإذن الله دكتور محمد السقر ما هو المطلوب الآن لفك هذا الإدراب نعم أثني على كلام من دكتور عبدالروف ولكن في نقطة بس حنحب نوضحها وهي أولا أن عندنا شريحة مهمة جدا لأسادد الأجلال المتقاعدين وأفنوا عمرهم في الجامعات وفي التعليم وخرجوا الكثير من الكوادر الآن نجد أن مرتباتهم زهيدة جدا لم يتم معالجتها كثير من أعضائي التدريس لم يتم تسوية أو ضاحم لمدة سنوات وهما يعانوا الأمرين بالإضافة الكثير عندهم أمراض ومش قادرين حتى على العلاج وهذه وحدة من المعالجات التي يجب أن تتم نأتي إلى ما المطلوب أولا سيد وزير التعليم عارف جيدا وقال أن التسويات كاملة للأشياء التي يحتاجها أعضاهي التدريس هي نص مليار يعني خمسمائة مليون والأموال هذه مفروض الآن مبلغ زهيد يتم تسوي المستحقات أعضاهي التدريس لأن أعضاهي التدريس الآن يطالبون بشيء على الواقع أن يتم استرجاع حقوقهم هذا شيء مهم مع أن هذا الأمر لا يتضمن إجازة التفرغ العلمي وهذا أمر مهم جدا لأعضاهي التدريس التي هي مرتبطة بشيئين أولا حق أعضاهي التدريس في متابعة والتواصل مع العالم الخارجي لتطوير العملية التعليمية في نفس الوقت الآن إجازة التفرغ العلمي من سنة 2015 متراكمة للعديد من أعضاهي التدريس مبالغة كبيرة جدا الآن مفروض المعالجات طويلة المدى من وزارة التعليم ومن الدولة أن يتم معالجة هذا الأمر بالاجتماع مع أعضاهي التدريس ووضع خطط وصقف زمني للإفابة هذا الأمر وكذلك استصدار قرارات للعديد من المعيدين اللي الآن موجودين واللي حيسببوا عبء وزي ما قال الدكتور عبد الرؤوف أن أصبحت الجامعة الآن يعني بأطاردة كذلك نأمل من القنوات الإعلامية حتى المواطن يعرف حجم المأساة اللي فيها عضو هذه التدريس أن ينتقلوا بعدساتهم ويتم تصوير الجامعات في المعامل اللي هي خاوية بدون أي عملية تعليمية بدون أي مواد وكذلك يتم تصوير المركوب السيارة اللي يتنقل بها عضو هذه التدريس حتكون إجابة شافية لكل مواطن شكرا معاناة عضو هذه التدريس وهذا من واجب الإعلام بحيث ما نكونوش نحن متحاملين أو نطلب في شيء غير معقول أو غير قانوني هذا الأمر كفيل نعم 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 دكتور محمد صقر وأعتذر منك يعني لانتهاء وقت هذه التغطية دكتور محمد صقر عضو نقابة كلية الصيدلة بجامعة ترابلس أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من ستوديهاتنا في ترابلس أيضا نشكر الدكتور عبد الرؤوف النعاس عضو نقابة كلية الهندسة بجامعة ترابلس أيضا نشكرك جزيل الشكر على توجدك معنا في هذه التغطية كما نشكركم مشاهدين الكرام على كرمي متابعتكم وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر دمتم في أمن اشتركوا في القناة